هنروح لمنتخب الجودو للحقيقة أحد الألعاب المهمة جداً لنا سواء في الألعاب الأفريقية القادمة أو في باريس عشرين واربعة وعشرين منتخب الجودو يستعد المشاركة في إحدى بطولات الجراند سلام بأوس باكستان منتخبنا الوطني الجودو بيستعد بكل قوة للمشاركة في بطولة الجراند سلام واللي المفوضة تتلاقي في أوس باكستان في الفترة من واحد لتلاتة مارس طبعاً ده رئيس الاتحاد الشاب طبعاً الدقوب كابتن مرزوق علي البطولة هتتلاقي في واحد لتلاتة مارس اللي جاي إن شاء الله طيب القائمة المشاركة في البطولة يوسري سامي في منافسات وزي 60 كيلو جرام ومحمد عبد المجود في منافسات 66 كيلو جرام وعبد الرحمن عبد الغني في منافسات تحت 81 كيلو جرام بحثة منتخبنا المفروض هتسافر بعد بكرة بإذن الله ويكون معهم المدير الفني الياباني إزومي هيروشي وهترقس البحثة اللواء طارق عز الدين وعضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري للجود وده الثلاث اللي هيشارك بإذن الله في بطولة أسباكستان البطولة دي هتكون البطولة قوية جداً وهتكون لأنها هيشارك فيها 516 لعب ولعبة من 71 دولة وطبعاً كل ده يعني سباق وكله بيصارع وبينافس عشان يتأهل لباريس 2024 خاصة أن احنا خلاص في فضل بطولة أو اتنين لكل لعب عشان يتأكد تأهله لإن شاء الله أسباكستان